الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نتابع معك رؤية الإمام عاصم أو رواية شعبة على التحديد ببيان كلمات أو الكلمات المختلفة فيها عن رواية حفص عن عاصم إن شاء الله تبارك وتعالى بداية الجزء قوله تبارك وتعالى تلك الرسل أول كلمة في هذا الجزء في الآية رقم 260 قوله تعالى جزء قرأ شعبة جزء بضم الزاي جزء هكذا كذلك من الكلمات في آية 271 قوله تبارك وتعالى إن تبذوا الصدقات فنعم ماهي يقرأ شعبة له وجهان الوجه الأول إسكان العين وهو المقدم يعني فنعم ماهي فنعم ماهي هي فيها صعوبة شوية لأنه غير الاعتدن عليه لأنه فيه ساكن جاء بعد كاسه فنعم ماهي هذا وجه الإسكان وهو المقدم الوجه الثاني هو اختلاص حركة العين يعني إيه الاختلاص ده النطق بثلثي الحركة أو بثلثي الكسرة بنسرق الحركة كده سريعا يعني بنقرأ كده فنعم ماهي أنا لم أتي بكسرة كاملة الكسرة الكاملة فنعم ماهي فنعم ماهي إنما الاختلاص فنعم ماهي أي تمام بدل ما أقول عين كسرة عي لا عين كسرة عي كده طلث الحركة بس ثلث الحركة كذلك من القراءات قوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم يقرأ شعبه ويكفر عنكم من سيئاتكم يقرأ شعبه بإبدال اليأنون ونكفر عنكم تمام كذلك من الكلمات في آي 20 و 28 و 29 قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله يقرأ شعبه فآذنوا بحرب من الله ورسوله على أساس تولد معنا هنا مد بدل بعد الهمزة فآذنوا فآذنوا وفيه فتح الهمزة وألف بعدها وكسر الثال فآذنوا فآذنوا كذلك من الكلمات في آية 15 في سورة العمران قوله تعالى ورضوان من الله يقرأ شعبه بضم الرأى ورو ورضوان من الله هكذا ذلك من الكلمات آية 20 قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله فقل أسلمت وجهي لله وجهي لله مع المد الطبيعي في الياء إسكان الياء مع مد طبيعي كذلك من الكلمات آية 27 قوله تعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي نحن نقرأ في حفص بالتجديد تجديد الياء لا شعبه يقرأ بإسكان الياء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي يبقى بدل الميت لأن أقول الميت الميت هكذا على أساس الياء هنا حرف لين كذلك من الكلمات في آية 36 وثلاثين قوله تبارك وتعالى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى يقرأ شعبه بإضم إسكان العين مع ضم التاء وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى كذلك زكريا يهمزها شعبه نحن نقرأ في حفص وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا شعبه وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا مع مد واجب منتصل ست حركات في حالة الوقف لأنه همز متطر كذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق يقرأ شعبه كلما دخل عليها زكريا المحراب بالهمز وضم الهمز مع المد الوجب المتصل تمام يبقى زكريا على أساس أنه فاعل الأولى وكفلها زكريا الثانية كلما دخل عليها زكريا تمام طيب كذلك من الكراءات هنالك دعا زكريا ربه يقرأ شعبه هنالك دعا زكريا ربه هكذا كذلك من الكلمات أي تسعة واربعين وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ يقرأ شعبه بكسر الباء وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ بِي 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 بِيُوتِكُمْ هكذا كذلك من الكلمات أي سبعة وخمسين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُورَهُمْ يقرأ شعبه فَنُوَفِّيْهِمْ أُجُورَهُمْ بِإِبْدَالِ الْيَاءْنُونَ لِلْعَظَمَةِ كذلك في آيام خمسة وسبعين قوله تعالى من إن تأمنه بقنطاري يؤده إليك يقرأ شعبه بإسكان الهاء بدون صلة يعني هنا اتلغى مد الصلة تماما لا صلة صغرى ولا كبرى من إن تأمنه بقنطاري يؤده إليك يؤده إليك هكذا في الموضعين اللي بعدها برضو ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك لا يؤده إليك كذلك من القراءات آية 81 قوله تعالى قال أقررتم وأخذتم على ذلكم يقرأ شعبه بضغم الزيال في التاء وهذه الكلمة مطردة مرت معنى قبل ذلك يعني هيقرأ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم كذلك آية 83 قوله تعالى أفغير دين الله يبغون يقرأ بإبدال اليأتاء أفغير دين الله تبغون ختم الآية نفس الآية 83 وإليه يرجعون شعبه وإليه ترجعون كذلك أظن كده خلاص الجزء الثالث طيب نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نفعا وعملا متقبلة وصلى لهم وسلم وركا ربنا محمد وآلاء صحبه وآلاء